القرار كان مفاجأ شوي ما فهميش هكا بعض المعطيات اللي سبقت القرار هذي قرار تحجير الاسفر على اكثر من 30 اسم من بينهم رئيس حركة النهضة راشد إلا غنوشي تقريبا الكومنتير تقسموا في زوز أراء رأي يقول لك توا بدات دولة القانون القانون فوق الجميع لرئيس حركة النهضة لرئيس مجلس نوعب شعب لرئيس أي حزب القانون فوق الجميع ثم رأي يقول لك حربوشها جديدة من مسار 25 جويلة مش نسكتوا العباد كما لقامة الجبرية اللي تعاملت بعد 25 نتذكروا أنور معروف نتذكروا الموخر وغير وكذا كما اللي قامة الجبرية اللي تعاملت عن الردين للبحيري والكونفيرانس دي بريس متع وزير الداخلية والأشياء المزلزة التي ستكشف ثم غادر البحيري ولا منكتشف شيئا حربوشها جديدة مش اللاهي والعباد مش نسوق وانو قاعدين نعملوا في انتصارات لأنه ولا شيء ماشي في البلاد ولا إنجاز ملموسي لحد الآن بين هذا وهذا وريدوا أنت تموقع محمود تموقع واضح هو الهدف من هذا الكل والكشف عن قتلت الشهدين شكري بالعيد ومحمد البراهم يلا يرحمهم إن كانت العملية مع أنت مجرد حربوشها فهي خيبة المسعى خاتر معاش نعرفه الحقيقة نهائيا وإلى الأبد اليوم الناس كل تعرف رجل غنوشي روما هوش ملايكة ولكن هل أنه التوقيت هل أنه الملف وقع استقماله وفما معادها قراء ودلائل على تورة رجل غنوشي هذين خليه للقضاء ولكن إذا بش تكون مجرد حربوشها رفيق لحقيقة ما أقول راي هذا مبني على حاجات سارة من 25 اليوم على 10 شهور هني سميت لك هني سميت لك هني سميت لك كما قلنا نحن ياضي المؤخر وأنور معروف ونردين البحيري وخاصة نردين البحيري لأنه عمل عليها كنفرانس دي بريس وزير الداخلية لا والأكثر من هذا هذي قضية مفصلية بتاريخ تونس شكون قتل شهيدين محمد البرامي وشكري بالعيد إذا كانت مجرد ظر رمات على العيون فهنو القضية هذي ما نصله حتى حل إلى ما لا نهاية له اليوم اللي خوفني أنا إنه تكون مجرد معنا تصفية حسابات سياسية خاطر السياسة النجم ونصفيوا فيها الحسابات بتاعنا بطرق سياسية ولكن إذا نستعمل القضاء هذي هو اللي مش مقبول سونيا شكرا